حلو كتير. حلو. حلو كتير. بدي اه في عندي اطفال قبل ما اه يتعبوا اكتر عبدالرحمن فياد عبدالرحمن وين? بصوار اهلا اهلا. اسم الله عليك. بصوار شريف. اول شي شو هي الخاتم? شو الخاتم هيدا لهدو? خاتم زبط حالك وكرافات. مين نقلك الكرافات? ماما. امك نقلت وكرافات حمرة. بصوار اول شي عبدالرحمن. انت خلصت بالسرطان صح? صح. كم سنة بقيت بالمركز للعلاج? ثلاثة سنين. شو كان بك? اه سرطان بالدم. سرطان بالدم. بس خليني اعرف شوي عنك اه عبدالرحمن. اه عم عم بشوف بال بالانه اه حابب تحكي عن هيدا المرض. توجعت كتير انت? اه. شو كان اكتر شي وجعك? اه لما لما شكوني ابر هيدا. ايف هون? ايه? وشو كنت عملت لما تتوجه? ما تتطلع بالقبرة? ام. تتذكر حدا من الاطباء الموجود هون بالسطر? بالشو? تعرف حدا من النون? كان يعزبوك? كنت قضي ايه اوقات حلوة بالمركز? اه. اكتر 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 لحظات زعجتك وبكتك بالمركز اي امتا? اه لما 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 كون اه هوجاع كتير كتير من الابني. اوكي كنت تنام بالمركز? ام. كل اديش كنت تنام عطول كنت تطول كتير بالعلاج? اه. اليوم اديه لك صحات? جي سنة اه سني. اوكي انت ومين جاي الليلي لهون? انا وبابا. انت وبايك يحو بايك اقرب لعندي استاذ شرف. خليك خليك لو 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 اللي عندي تعلمتي. البيكرو لبيك. اسم الله عليك. امر. مصوار. شو الاسم? مهر. ماهر. من وين جايين ماهر? اه من ترابلوس. من ترابلوس. مهر شو بتشتغل? اه بالسيارة. شو كان اصعب لحظة بالنسبة للك? لما عرفنا الخبر. وكيف تعملت مع الموضوع? هلأ عم ترجع تتدمع? لا 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 لا. قرب لعندي. شو? الحمد لله يعني. لما. بوجود السن جود بالفضل الله الله. الحمد لله. ما تعرفت على ولا شي. لا ابدا. ليش جيت الليلي? تتقول شو اللي? تتشكرهم. تتشكرهم. اكي. تتقول شو? شكرا سن جود على كل شي قدمتو لعبد الرحمن. اوكي. وللاطفال البيين. نعم. وللاطفال البيين. شو بتقول للناس تا يتبرعوا الليلي? يعني تبرعوا بدون يتبرعوا فيه بدون ينقزوا ارواح اطفال. حبيب القلب. اي وابد. شكرا لالك. يعني المركز انت كدهان سيارات ما كنت قادر تأمن علاج عبد الرحمن. مبلغ كبير بتعرف انت الشعب البنينة. اليوم كيف شغلك? سيطرة يا الله الحمد لله. شكرا لالك. وحمد الله عسلامتك يا استيز. شكرا يا عبد. حمد الله عسلام. تانكيو لالك. بنتقل الى كمال احمد. كمال. اهلا اهلا رئيس كمال. احد عشر سنة. كان عندك? لنفومة. لنفومة. نعم. ايا سنة? على عمر اول مرة وتاني مرة على الخمس سنين. وهلأ تاني مرة على الخمس سنين. نعم. هلأ ما بيكشي اسم الله. نعم. اوكي. خبرنا عن تجربة سنجود المركز سرطان الاطفال. اه. هني ساعدوني وعالجوني. وكانوا يلعبونا ويجوا يعملون كثير حلوين. اه كمان. كمال احمد. اه. ليش جيت الليلي? كسورفايفور انت. شو جيت تقول الليلي? لا. يعملوا ويساعدوا البلاد المال سرطان. اوكي. انت اهلك ما دفعوشي. انت ومين جاي الليلي? انا وامة. واني امك? وان? اسم الله عليك يا دي. وليش تتير كتير للصبي وحده? اربستنا شرفة اللي عندي. خليك. مادام احمد اه من وين جاي? من بيروت. من بيروت. نعم. خبرين عن علاج كمال. للصراحة كانت فترة طويلة. نعم. وصعبة. وحكي عن برتين. الاطفال. نعم. والدعم اللي قدمونا ايه ان كان معنوي ولا مادة من كل النواحي. خلوا مرحلة العلاج تكون كتير سهلة. شو اصعب لحظة بالنسبة لكمال. اللحظة اللي كان يكون عامل فيها حرارة وبدو يسحبوا له داملة يعملوا بلات كالتشر. وهو كان كتير صغير وما يفهم الموضوع. كان يتوجع ويبكي. بالنسبة لاليك? بالنسبة لاليك. بالنسبة لالما كان يقدر يكون مش قادر روح يلعب مع أصحابه بسبب الواجع اللي عنده. وما يشارك بنشاطات المدرسية مع انه هنساعدونا كتير. اذا بتسترجع اللحظات اليوم. ما بحب استرجعوه. اليوم بديك تشوفي بهالسورة كبطل وبضاء. بتمنيله الصحة لعله لكل المركز. اكيد. تانكي لاليك. بس كمال عنده شي بدا يحكيه بعض. شو بدي اختلنا ايايا كمال. بد اعمل دونيشن الف دولار من عندي. اف. واو. تعال انتي تعال انتي تعال انتي تانشوف. ليش قررت تعال تقدم الف دولار? لساعد البلد ما عن سرطان. ما وين شبتن هون? ما بعملوا سيفينج. ما عن سيفينج. لا. الله. واو. يا جماعة. اذا كمال هي الصب صغير اللي انقذوا مركز سرطان الاطفال. عمل سيفينج لمصرياته. بل اجي? ايه. دولار. ورا دولار. ورا دولار. ورا دولار. ليش قررت ان اتفاعوا المركز سرطان الاطفال مش لشي تاني. لانه مركز سرطان هنا ساعدوا فبدي انا ساعدوا. برافو. برافو. حبيب الالب. شكرا لالك. تحياتنا لالك. ومنحبك كتير ومنبوسك قد الدنيا. حمد الله على سلامتك. تعطي الميكرو لماجد ابو سعيد. بدي انتقل لمجموعة مداخلات ايضا قبل ما ارجع. فاطمي دياب فاطمي. تفضلي حضرتك امه لفاطمي دياب. لانه ما نفوت على روبرتاج بولا اسطيا. بانسوار. يعني راح نشوف اه بعد شوية روبرتاج. شو يعني اني تكوني اه ام لبنت امرا سنة ونص مع سرطان? نحنا تشخصنا بمرض السرطان عامري التسعة يعني كان بعد اصغر من سنة ونص. اه ماشي ساعقة بتنزل على راسك بتوقف كل حواسك. بيقف الزمن بتوقف عقارب الساعة. اه بتصير تعد في بكرة. بكرة قطى الحمد لله اليوم قطى. شو وين كانت مع سرطان فاطمي. اه لوكيميا انفنتايل اي ال ال. نعم. يعني اول اول مشيتها لفاطمي بالمركز. فينا نقول انه سنة ونص مشيتهم بمركز سرطان الاطفال. اه تيما تعلمت المشي على تخط المركز. هي بلشت تخبرنا انه انا بدي امشي. انا صارت تتهدى على السايدز وتمشي. يعني اه اليوم كيف تشوف العلاقة بينك وبين المركز وبين فاطمي والمركز. اه المركز كله بيعرف تيما. محموبة الكال. وين في جو وين في رأسه وين في هيدا. الدكتورز ما بعرف اذا فين سمي. عندهم بتخلص بدقائق عن تيما بتطلع عدة راومت كلها قد ما بتعمل جو وبحبوها. علاقتي بالمركز هي علاقة عيلتي. عيلتي وعيلة تيما يعني تيما حتط في شمعة السنتين قريبا. انا ما بفكر تفيها معهم وعندهم. لانه هنه هنه اللي عطونا الامل. وهنه يلي السبب الرئيسي بعد الله طبعا. انها تكمل هاي دي السنة. واتفي شمعتها. شكرا لاليك. شو بتقول الناس حطي قد متبرعات. متل ما عم نسوف اذا السورفايفور اللي سمت دولار وراء دولار لحتى يتبرع كرد جميل لهيدا المركز اللي له فضل كتير علينا. انا بقول اي دونيشن لو قليلة هي بتساهم وبتأثر بجزء كتير كبير بحياة اطفال ما حدا يتردد ويقول هيدا الدونيشن ما حتأثر. لا اكيد بتأثر في كتير اطفال بحاجة لأي دعم لحتى يكونوا عم ياخدوا العلاج من استحق الحياة. شكرا شكرا مركز سرطان. الامل مش مركز سرطان الحياة. شكرا. عندي من بعد ما سفير مروان سركيس تبرع بخمسة الاف دولار ابنه شرب المروان سركيس عمره سبع سنين عم يتبرع بحد عشر الف دولار. عشرات الاطفال ما اتموا تلات سنين عم بيواجهوا اخبص مرض بمركز سرطان الاطفال. معاناة وحسرة الاهالي ما بتشبه اي معاناة او حسرة تاني. بولا اصطيح. هيد المجسمات لولاد الضحكين خطفة منوجوهن لانه هون الاطفال ما عم يلعبوا ويركدوا بحديقة عامة او بمركز للعب. هن وعيوا وكبروا حتى انهم عملوا خطواتهم الاولى وقالوا اول كلماتهم بمركز سرطان الاطفال. كان عمرها سنتين وثمانته شهر. كان قبل بنهار يعني هي تاني نهار مفروض تكون مدرسة اول نهار مدرسة لقلها. حسات انه اكلها شوي خافف وهيكا. فبين بالبحوصات تغير انه هي عندها لوكيميا. كلمة كانت شر اصلا ما كنت قولها كنت خاف منها. ما توقعتوا يصير مع بنتي خاصة انه بنت كتير صغيرة. بنتي عمرها سنتين وثمانته شهر يعني بحس انه يعني باول مرحلة اللي هي بدأت تبلش تكتطلع تفوت عالمدرسة تشوف رفقاتها تعمل رفقة يعني وهيكا. بنتين حرمتنا هيدا الموضوع. وجع امه لماريسة بيعرفوا منيح بايولة عليه. القهر والغصة عند اهل اكتشفوا اصابة ولادهم بعمر سنة وسنتين او حتى تلاتة ما بيشبه اي قهر وغصة تانية. كان عمره شي حوالي سنة وعشرة شهر. كان الكنسل عنده على باب المبولة. متعاون معانا هو بكل شي بكل التفاصيل. حتى بالجلسات الشعاعية هو اجمالا بده بانج. هو اخذ الجلسات الشعاعية كلها بدون بانج. اللي ما بدي ينام بينام حد بيلزق فينا بيلزق براسي بيلعبلي بشعراتي. بيتطلع فينا بيقشري عراسه هو. بقول له بكرا انا بكرا بيعد بيطالك شعر بدالهم. اكتر من خمسين طفل تحت ثلاث سنين عم يتعالجوا من مطلع العام الفين وثلاثة وعشرين بمركز سرطان الأطفال. تحدي كبير للأهل. إنما للقيمين على المركز كمين. ابرز انواع السرطانات اللي عم بتصيب الأطفال دون سن لثلاثة. هن امراض سرطان العين. امراض الكلا. سرطان الكلا. الدماغ. اكيد سرطان الدم. التحديات اللي من وجهها بمركز سرطان الأطفال. تحديدا مع الأطفال اللي هن تحت لثلاث سنين عديدة. ومنها اكيد التشخيص المبكر. لأنه صعب بيكون عم يتشخص مرض السرطان لدى الأطفال بهيدا العمر الصغير. بالإضافة للحاجة العاطفية اللي بيتطلبها الولد بهيدا العمر. مرض السرطان المعروف بالمرض الخبيس بيصير أخبس وأقسى. بس يختار ولاد بعمر مفروض تكون دحكاته عم تملي الدنيا. بس مين قال أنه إرادة الحياة وبرائة الطفولة ما راح تكون هي الأقوى وتنتصر. شكرا لبول أستيح على آآ هذا التقرير طبعا بعشوار راح يكون معنا اليوم هنا من الكول سنتر. بدي اعتذر عن غياب الاستيز بول ادي رئيس مجلس أمانة مركز سرطان الأطفال السابق بين الفترة الفين وتسعة الفين وتلتاش ورئيس اللجل الدولية بسبب واعكي صحية. طبعا كان شهد أساسي استيز بول ادي على كتير من المحطات بهذا المركز. دكتور حسن صلق لتلي عندك شي بدك تقوله قبل ما نتابع. كتير مهم انه نحن عنا كمستشفى المركز الطبي بمستشفى الجامعة الأمريكية عنا اتفاقية مع مستشفى سان جود مش ناك اكيد نا. اتفاقية يلي هي شراكة وكلابوريشن ومع الجمعية مركز سرطان الاطفال. هالاتفاقية اساسية لانه عم تحكي على تطور العلم تطور الطب والموضوع المادي. نعم. مع الاهتمام بالامور التاني للاطفال. نقطة تاني انه نحن هلأ اعملنا مثل نتورك للمستشفيات يلي موجودة بلبنان ان كان بشمال بجنوب وبيروت وهيدا منقدر نحكيه بعدين بالبلوك التاني وهيدا كتير اساسي مشان نهون على المرضى ما يروحوا مسافات طويلة. وهيدا منقدر نفسر عنه اكتر. تب. فيش نقطة اكتيرة الى علاقة انه نحنا لما نطلع على نتيجنا ونعمل لها بنشماركينج باكبر المراكز سرطان الاطفال نحنا نفس المستوى وهيدا كتير اساسي خاصة بالظروف الصعبية هلأ بعدنا نسبة النجاح وشفاء المرضى من سرطان الاطفال بالمركز يقارن بنفس النسبة الموجودة باكبر المراكز كان بامريكا واوروبا والمراكز الكبير التاني بالمنطق. عندك ارقام. عندك كتير ارقام. يلا. بلش لك ايهن. عنا ايدي هوم كولكشن 3000 دولار. عنا خليل غصوب اربع مليون ليرة. عنا ام اي او 3000 دولار. المرحوم حاج ابو جودة نصور اه وحرمه. اه 2000 دولار. بدك اعطيك رقم كبير ولا بدك رقم كبير ايه رقم كبير تنغير الرقم على. عنا محسن كريم 30 الف دولار من لبنان. عنا السيدة تانيا سمعان اللي هي كمان احد اعداء مجلس اما نمركا والسرطان الاطفال. 50 الف دولار. counts. اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو45 زوجة وعائلة عظيمة دايما نقدموا كتير من الاعمال الخيرية للبنان يعني غيرون لهالرقم اوه اوكي مليون وميتان وخمسة وستين وخمسين الف بعد ما بلشنا عنا ليلي طويلة بدنا الارقام تطلع وتتضعف بليا بونسوار بونسوار ليا كل سانسي مسا الخير اذا عن جد يعني شي بيكبر القلب صدلي نعم مرسال يعني عن جد شي بيكبر القلب الخطوط الخطوط ما عم توقف اه معي ايا غارزة ايا غارزة دين عمرك تمنتعشر سنة اه انهيت علاجيك بالمركز سنة الماضي ليلة راس السنة وين احتفلت مزبوط هو انا بديسمبر تونتي فور تونتي تونتي ون اخدت اخر كيمو بالمركز وعلى راس السنة كان عندي حبوب اخدهم بالبيت اخدت اخر حبة كيمو حلو وخبرينا كيف عليه تلاتيك بالمركز اليوم يعني بعدكن على تواصل اه اكيد المركز هو يصار بيت التاني وكل الاشخاص اللي بالمركز صاروا متل عائلتي صراحة قدمة احكيكي وقدمة تشكرهم ما في يقو فيهم طعبهم يعني بس كنت اجي على السنتر ما كنت حس حالي انه جاي بس كنت اخد علاجي وبس بالعكس كنت كون مبسوطة انا جاي بدي يشوف عائلتي بدي يشوف رفقات الابطال شو اصعب لحظة ما رأت فيها خلال علاجك اصعب لحظة انا خسرت كان في ما هو كلنا مرفقة بالسنتر في كم حدا خسرتهم كنت كتير رفقة معهم نعم الله يقويكي مننتقل مارسل عند الشعر الحلو الشعر لحضرتك مدير جامعة التبارعات والفعاليات الدولية بالمركز خبرنا شو صار عنا له هلأ مساء الخير ليه اول شي بتشكر كل الناس اللي عم يتبرعوا الشباب والصبايا ما عم بلحقوا تليفونات ومسجز على الواتساب على رقم المركز اللي عطول من حب نذكر فيه اللي هو سبعين خمسة وثلاثين خمستاعش خمستاعش وهون بحب تذكر الجميع انو الدونيشنز وذر قليلة ولا كبيرة بتعمل فرق يعني كل الناس كل حدا بيتبرع على قد قدرتو حيعمل فرق وحيساعدنا نقدر نتجاوز هالدفست الكبير يلي عم نواجهه اخر السنة وهون بحب اذكر شوي من التبرعات اللي وصلونا هلأ نحن وهون في عنا شعار يونت من لبنان عم يتبرعه بألف دولار في عنا من دبي انتركوت كافي دو باري فرع دبي مول كمان عم يتبرع بواحد وثمانين ألف دولار وستمية وحتى اجينا تبرع من فلسطين والشخص يلي تبرع حط نوت صغيري كاتب فيه هذا التبرع من اطفال غزة لأطفال لبنان وهذا شيء كتير اصدر فينا يعني نحنا اصدر وكلنا هون تسرنا والكل هون زقفوا بايدا واي كمان فبرجع بس كمان بحب اذكر طرق التبرع اهيان طريقة هي يكونوا الناس عم يتوجهوا وذر اليوم او بكرة على افرع او امتيب يلي عندهم اكتر من الف واربعمائة فرع بكل لبنان فيهم يتبرعوا اونلاين فيهم يبعثوا واتساب على سبعين خمساتلتين خمساتعش خمساتعش وبيوصلون اللينك في قلبه كل المعلومات وفيهم يتصلوا اكيد بالسنتر فيهم يتفضلوا على السنتر نحنا موجودين اليوم وبكرة اكيد السنتر فاتح شكرا لك شار الله يقويكن عودة لعندك مشكلة شكرا ليا عكي حال اللي يمكن على اكرا يزم من زيد الارقام اللي قالها قبل شوي الاساس شار اللي هي شار حلو اللي هي واحد ثمانين الف وشي وبعتقد مجموعة ارقام طرحها بدي اشكر الاساس ردوان عقيل زميننا اللي كاتب قبل شوي يعني عبر التويتر وعب محطة اكس اصلا انه صار الوقت برنامج يرتاح الليلة من سلطان السياسة ويبعد فريقه في مهمة انسانية نبيلة شكرا على بلسمة جراح مرضى سلطان الاطفال والتخفيف عن اوجاع اسرهم دكتورة سمر مؤقت مساء الخير اهلا وسهلا فيك يعني قدام هذه الحالات نحنا شو ممكن نقول عن انواع السلطان اللي ممكن تكون قابلي للشفاء ونسب شفاء مرتفعة مساء الخير في عدد كبير من امراض السرطان عند الاطفال عنده نسبة نجاح فوق تسعين بالمية فيه الليكيميا فيه الليمفومة فيه الهوتشكنز ديزيز تمانا وتسعين بالمية بس انا اثرت فيه لميس مع انه منا مريضة بدي احكي عن راتينو بلاستوما مرض شبكية تبعة العين يلي احتمال تكون نسبة نجاحه تسعة وتسعين بالمية اذا قدرنا نعمل تشخيص مبكر والتشخيص المبكر كتير هايين بس بدنا سالفون ونحط الفلاش وناخد صورة لعين الطفل لعينتين اذا طلع الببو احمر باليمين وبالشمال معناتها كل شي منيح ناخد اكتر من صورة ومنخلي تكون القوضة شوي منها مضواي كتير ومنشوف هالصور اذا لقينا نقطة بيضة ببو واحد او بالتنين ببو يعني متل عيون لبسينات النقطة البيضة يلي بتطلع بعيون لبسينات اذا اخدنا صورة لقلون معناتها لازم نروح عند الحكيم اذا تنيناتن الببو احمر واكتر من مرة معناتها ما في راتينو بلاستوما واذا قدرنا نعمل هالشي او نعمل له حملة وقاية او توعية فينا نشفي تسعة وتسعين بالمية من مرض الراتينو بلاستوما هيدا مرض ما بيكلف شي ولكن فينا نعمل له تشخيص مبكر ونشفي تسعة وتسعين بالمية من الولاد تانكيو دكتورة سامار بدي انتقل الدكتورة تفيق عيد من السشفى الجامعة الامريكية دكتور عيد وين دكتور عيد مصار دكتور عيد متوخزنا منطرين كون هاد الدكاترا ولكن حضوركم اساسي لمجموعة اسئلة واسفسرات تقنيات المطورة بعلاج الاطفال بالاشعة شو هي دكتور عيد بس تحكي عن تقنيات اذا توقف حضر الدكتور بس تقدر تخبر بس تحكي عن تقنيات المطورة بالنسبة للعلاج الشعاعي بيكون يمكن قصدك عن شغلتين واحدة منهم الدقة بتوصيل كمية الاشعة اللي عم يصفها للطبيب للورم والتانية هي انك تتجنب الاعضاء المحيطة بالورم اللي عم تعطيها علاج هلا بالحقيقة هوني فيت صار فيه تطور بهالسنين اللي قطعت في عوامل كتيرة كانت نتجتها ظهور يعني كانت نتجتها ثورات بالعلاج طبع الاشعة نعم واحدة منهم كانت بالسبعينات ظهور سيتي سكان عملت الثري دي راديو ثرابي من وراها تانية الفورة طبعا الكمبيوترات بالتسعينات والمشغلات لهالكمبيوترات مثل الويندوز وغيرها اللي سمحت انه يطلع صوفتورز جديد وهالصوفتورز كانوا يقدروا يعملوا خطط علاجية كتير كتير معقدة بتخلينا نوصل التوزيع الاشعة بالشكل البدنية على الورم اللي عم نعالجه هلأ حاليا نحن بعصر الزكاة الاصطناعية نعم وفي عم نستعملوا للزكاة الاصطناعية بالاشعة في جهاز هلأ الجامعة الامريكية بفضل مجلس الامنة بكرم مجلس الامنة وبفضل المجهود اللي عملوا ليدرشيب تبع الجامعة على راسهم رئيس خوري فضله خوري نعم وكمان العميد ريسة وايا ومدير المستشفى درتوا امنتوا يعني التجهزات دكتور عيد قدروا يأمنوا تمن الزكاة الاصطناعية الزكاة الاصطناعية بفترة كتير صعبة في مستشفى كنت عم تسكر فيها اوكي ديش هذي هذي التقنية بتساعد بتساعد لعطيك فكرة اليوم لما يجي المريض بده ياخد علاج منبلش قبل ما نبلش علاج منعمل جلسة تحضرية ومنعمل خطة علاج هاي الخطة منعطيها للمريض على مدى العلاج كله سوا على 30 جلسة بياخدوا على 30 جلسة اليوم بهيدا الليلة انه بتاخد خطة العلاج بتاخدها ساعات طويلة بتاخد ايام طويلة لحتى نطلع فيها فنستعملها هي بزيت الخطة على مدى 30 جلسة او اكتر او الى اثار جانبية او لا الاشعة اكيد مثل اياد القاندول الى اثار جانبية اخاف اخاف ايه لا لا عم نحكي بس هون بهيدا التقنية طبع زكالي الاستناعي نعم المريض قادرين نعمله خطة علاجية كل يوم هو وعلى الطاولة بزرف 20-30 دقيقة بينعمل شغلي وشغل الفيزيسيست وبنعطى علاج بنفس المدة الزمنية اللي هلأ عم نعطي فيها للمريض علي الشعاع تانكيو دكتور عيد بنتقل الى ريف درويش ريف بوصور وين ريف ريف درويش وين ريف درويش يي 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 لك شد بوصور بدي عمرك فور شو حلوين تابك انت هلأ بسم المركز عم تنزلي على المركز بتعرفي شو بكي ما بتعرفي شو بكي بي عم بيوجعوكي عم بيعزبوكي بالمركز او انت بتنزلي بتتسلم على الولاد بتلعبي معون بزل بتسلم على الولاد اديش قليك بتنزلي بتتسلم على الولاد جمعة قليك جمعة بس قليها جمعة بس بالمركز اديه لا يعني تجي كل جمعة من وين بتجي كل جمعة عرب من وين بتجي انت قلولي بتحب تسبحي وايمة عم تنزلي كنت على البحر بس سيف كنت عم تنزلي للبحر سمعت فيني يروح ليه لانه في البولي سايت اه اوكي وقديش تعتقدر راح تضلك ما تقدر تروحي على البحر بصح بصح وين امك مصوار قربة ستنا اللي عندي قربة بدك تعملي بطلة بالسباحة شو بتقيل يا للماما مصوار ماجد ميكرو شو بها وين انت اه كنسير بالدم كنسير بالدم و عم تتوجع عم تنزهج لانه مرتاح وضع معتبر انه عم تنزل تسلة تحت كتير بتنبسطنا هون تحت تمبسط اكدر من البيت شو قصة خلطة عند عرس خلطة ومش قادر تكون فيه ليه هيك هيك بالتحضير معك عم بي عم بينقال ما بتقدر تحضر حفل زفاف خلطة لا ما بتحضر ما بتقدر تروح على رأسة الزومبا اللي هي كانت مشتركة فيا اه اوكي مين لبسك الليلاتية بالحلمين شو بتقولي عم بساعدوك المركز مزبوط كتير شو يعني كتير يعني بيساعدوها نفسيا واكيد ماليا وكل شي كتير بيساعدوها للراف كتير بتحبوه متمندك لحالة رايف امره اربع سنوات اكيد ليش سماتي يا رايف بيز مني ها وين باية هاتك هاتك مش راضي على الاسم حلو كتير بس لا لا اكيد انا اول شي حسبته ريف بعدين لا لا هي كانت مثل الحلم لنا لحياتنا شو عندي قريرة بنت صغيري عملا الله يخلي ليك ياها شكرا مي بتحبي اكتر بالسانتر مين بتعرفي حدا من الداكترز الموجودين هون مين روحي لعندا تشوف لازم بتشوفوه قديش حجمها لرايف روح لك شو حلوة ريف شو لوين رايحها لعندا مين لعندا مين اوو قربي قربي رح كذر انا وياك عستوديو عصير برا موسوار موسوار قربي نزالي لعندا تنشوف اوكي بتحبيها ليش بتحبيها شو اسمك شو اسمها فرح فرح حضرتك دكتور فرح لا انا ممرضة ممرضة ليش بتحبيها لفرح ليه بتحبيها شو بتعطيها بعطيها سلسات بيحقلهم بالسكر اوقات ايه هلأ نحنا يعني نطلع من استيريوتايب انو الممرضة هي اللي بتوجع البيبي او الاهل بيهددوا ولادهم بالابرة بالابرة لا بالعكس نحنا منلعبهم اكتر من دور ممرضة يعني نسيرهم نهتم فيهم وبالاخر بيصير الممرضة هي اللي بتعطي العلاج انو تضربني القبرة لا تعطيني العلاج لا تساعدني صح مش لا حتى بتعزبني او شي يا الله فرح تانكيو فرح نرجع روح عند مامي تانكيو بنتقل الى بعتقد عندي ماريسة كوسراني ماريسة ماريسة وين ماريسة ماريسة وين ماريسة تضربني تضربني امتع الممرضة كان عمرها سنتين وثمانتو شهر نعم حلق سهرت أربعة سنين سرطان بالدم شفيت او بعد عم تنزل عالمرك بعد عم تنزل نحن سنة ونص تقريباً بعد عنا تقريباً سنتين نعم لكن كنتوا عايشين بين السعوديي وبين لبنان نحنا لما عرفت ماريسة لما تشخصت أنا كنت بالسعودية نعم أنا عايشة هناك كنا في فيكيشن بلبنان وطلعنا أول نهار طلعت فيه هيك رحت عملت لها تشيك عباس بحوصات وبيّن معي ما كان عنده عوارد أبدا يعني كانت صدمة لقلنا كتير كبيرة لأن ما كان فيه عوارد ما كنا شاكين بشي فهيك صدمني قال لدكتور أنه بنتك ما عنده لوكيميا نعم والليوم شو بضع شو عم بيتامين الحمد لله لا اليوم نحن صرنا قطعين مرحلة كبيرة بالعلاج والحمد لله الصعب راح بس بيضل يعني بيضل فيه صعب كمان إن شاء الله بالسلامة شو بتقولي للناس حتى يتبرعوا أنا بقول أنه مش عم الناس اللي بدأت تبرع ما تعتبر حالا عم تتبرع لشي عادي أنت عم تنقذ حياة طفل يعني نحنا عم نخلي الولاد تكفي حياتها وتعيش وتكون بصحة منيحة يعني الولاد بهيدا العمر أنا من بنتي عم قول أنه صارت بتفكر كتير أنه هي تكون صحة منيحة ساد بدأت إلا أنه أنا أمتى بدي صاح وأمتى بدي كوني منيحة فأنه الولاد بهيدا العمر عم بفكر بهذه الطريقة شو بعد بدنا نقول؟ شكرا لإليك قبل ما أتوقف مع بريك وانتقل إلى ريبورتاج ليام هنة بدي طبعا بدي أترك كلمة الأخيرة لأسيس جو والدكتور باسيم لأنه بدنا نستقبل بعض منكم أيضا يعني ضيوف نسرين طنوس آخر كلمة لألك أسيس جو طلبت مني لكم كيف بلشت المستشفى سنة 1997 وقت دكتور ناصر شماعة ابنه صحيح سماعه سلطان وما كان فيه مستشفى لسلطان الأولاد في لبنان أخده هو على أمريكا على سان جود وطي حكمه هناك وتلاقيه هناك بالدكتور ريشارد شدياء ودكتور ريشارد شدياء كان هو من المؤسسين تبعى أوبيتال سان جود هو وداني توماس وقال له أنه داني توماس كان حلمه أنه يفتح مستشفى بلبنان بس الحروب بلبنان وكل شيء توفق أبو ما يقدر يوفي الحلم وطلب من دكتور ناصر يجي على لبنان وإذا فيه يفتح الستنتر هون اجه الدكتور ناصر على لبنان واتصل بجمعية من الرجال العمال منهم أنا والدكتور سيزار وبول إدي والمرحوم بير أبو خاطر ونعوم خطار ونعوم خطار وطلب مننا أن ننسيات ونفتح المستشفى أخذنا سنتين محادثات مع الكلية الأمريكانية ومع سنجود وخلصنا الاتفاقية ثلاثة سوا وعملنا المستشفى مع اتفاقية ثلاثة ثلاثة سوا وهذه كانت لنا عكل حال تحية للدكتور ناصر شماء مطرح ما بيكونوا بعتقد هلأ راجع على لبنان شغله كتير أساسي كان إن كان ببيروت أو كان مع مركز سرطان الأطفال شركة كستانيا خمس تلاف دولار فاعل خير عبر زميننا جان نخول ألف دولار ست هنا عنا تبرع من جهة طبية بأدوية بقيمة أربعة تلاف وثلاثمائة دولار وعنا كاين دونر من السعودية خمس تلاف دولار ما بعرف إذا الدكتور باسيم عندك آخر كلمة أولى قبل ما نتوقف مع بريك تفضل نحن نركز على الشراكة من جمعية مركز سرطان الأطفال الجامعة الأمريكية ومركز سنجود بفضل هذه الشراكة قدرنا نحقق كثير شغلات وكثير من الأطفال يقدروا يشوف الحياة ويكفوا حياتهم بشكل طبيعي وهيدي الشراكة كمان نحن نتمنيها مع كل الدعمين كل دولار بتبرع فيه له أهمية كتير كبيرة تنقدر للصفل ما يستهينوا بمهمة المركز هؤلاء الأطفال حالة صعبة كتير كلفة كتير عالية ونحن بحاجة لكل واحد ومنتشكره نسلف ست هنا الأدوية المدعومة واللي ما صارت مدعومة شو صار فيها؟ اليوم رفع الدعم عن الأدوية خلى المركز يتحمل عبق نحن ما كنا بالأصل عاملين لحساب لأنه ما كنا عارفين هلأ لما بالألفين وتسعة عشر بلشت الأزمة كان مجلس الأمنة عنده رؤية وطلع القرار أنه نكون عم ناخد أدوية عم نشتري أدوية لسنة ونص مسبقا لما نوقف ولا علاج لأي طفل طلعنا وقته بسلوجن سمينا كله إلا الدواء بعد منا لأنه هايدي الفترة السنة ونص مخزون الأدوية يساعدنا كتير أنه نكون عم نتجرنا بالخطور الأخضار اللي كانت بالبلد بعدين بعد منا عبطلت لانا بحملة سميناها كله إلا الدواء بس بحب نوه على موضوع كتير أساسي هون اللي هي نحنا عم نحكي اليوم مضبوط عن حياة الأطفال عم نحكي أنه هالأطفال وكمان هتشكين سلوجن حملة تاني عملناها اللي هي قصة حياة أو موت لأنه اليوم مركز سرطان الأطفال هو بالزبط قصة حياة أو موت يا أمه عندنا هالأطفال اللي بنا نرجع نشوفهم بعد شوي بالشامبين سيركل كلهم سوا وهون بيكون دليل أكبر دليل على قديش وجود مركز سرطان الأطفال الأساسي لنقدر نشوف هاللي فاتوا أطفال اليوم كيف هن شباب وصبايا مكملين حياتهم بالمجتمع ولح يصيروا هن المتكلمين باسم مركز سرطان الأطفال شكرا لك رح يرجع رح يرجع دكتور حسن بس لأنه ما بدي أتأخر على البريكات بس بدي أقول أنه نحنا بعد نعم بأول هذا التلاتون المبلغ هو مليون واربعمائة وثمانة آلاف دولار وبال يعني خمسة مليار وخمسمائة وخمسة وثمانين مليون الرقم بعده كتير قليل بالنسبة لطموحاتنا بالنسبة لحاجات مركز سرطان الأطفال أنا ما بعرف شو ناطرين نحنا إن كان في لبنان أو في الاختراب لحتى نقرب ونتبرع شفتوا حالات هؤلاء الأطفال أنا يعني نترجعهم شفتوا حالات هؤلاء الأطفال لأكيد بيوجعوا القلب وشفتوا مدى الزكاة اللي عندوني ومدى الحضور ومدى الإقدام ومدى الشجاعة في مواجهة هذا المرض نتمنى إنكم تهبوا لحتى تتبرعوا شفنا على المراكز اللي كان عم بيحكي عنها شهر حلو قبل شوي أو أمتي موجهة بكتير من مناطق لبنانية شفنا طريق التبرع كان على الـ QR code أو غيرهم نتأمل أو عبر الاتصال على رقم الواتس أب الموجود أو على أرقامنا الخاصة ما تأخروا إنكم تبلشوا بهذا التبرع لأنه نحن بحاجة لحوالي 5 مليون دولار أقله بهذا العام بقى متوقف مع بريك بدي أشكر الدكتور باسيم بدي أشكر الدكتور الأستاذ جوزافة عسيري بعد بريك تنضم لألنا إلى جانب الأستاذ حسن الصلح والستهنة أسمهان الزين بريك ونتابع ترجمة نانسي قنقر